أبدأ معاك الأول بماتش الزمالك الزمالك النهاردة فاز بالشكة والسكينة مباراة يعني استحوص فيها الجونة على كرة القدم بنسبة 55% و 45% نادي الزمالك لكن أصحاب المهارات الفردية العالية زي يوسف أوباما بيسجل هدف بقظيفة بيسراء بيحصل فيها على الثلاث نقاط ويحتل الزمالك قمة المجموعة منفردا عن النادي الأهلي وذلك لأول مرة هذا الموسم ينفرد فريق بقمة المجموعة رغم التساوي في عدد المباريات التساوي في عدد المباريات فهنا الزمالك استحق هذا الفوز عن جدارة واستحقاق هو اللي كان أخطر في بعض فترات المباراة نادي بيرامدز عفوا نادي الجونة ما رحش غير فقرة واحدة خطيرة اللي تصد لها ابو جبل في الشوت التاني ما كانش زو تأثير لكن ترك لهم مستر جيم باتشيكو كرة القدم ترك لهم الكرة وركز في الحصول على النتيجة والفوز بالمباراة واحتلال قمة المجموعة الزمالك احتل قمة المجموعة أبرز حاجة في مباراة اليوم هو عودة فرجاني ساسي وعودة عودة فرجاني ساسي وعودة مصطفى محمد وهذا السنائي شارك اليوم في المباراة لأول مرة بعد غياب فترات طويلة جدا مصطفى محمد بعد فشل احترافه في نادي سانت اتيان الفرنسي وفرجاني ساسي رغم تراجع الضحيل عن شراءه وفشل هذا الأمر لكنه لم يجدد لنادي الزمالك بحثا عن مميزات مالية لكن الإدارة الحالية برئاسة معانا المستشار اللواء عمادة عبد العزيز رفضت بكل الأحوال منحوا المباراة المالية الخيالية التي يطلب الحصول عليها الزمالك فاز بالشكة والسكينة وحقق فوزا قويا ومهما يعني أنا شايفه أنا شايفه مصلحة كبيرة جدا 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 للزمالك إن هو النهاردة يبقى بيحصل على هذا الفوز الكبير اللي بيمنحه قمة الدوري الممتاز لاحظة كده أقول لك الدور الجدول بالزبط الزمالك على القمة بتسعتاشر نقطة من سبع مباريات فاز في ست مباريات وتعادل في مباراة أما النادي الأهلي فالثاني بسبعتاشر نقطة وبفرق نقطتين عن الزمالك والسبب هو الفوز في خمس مباريات وتعادل في مباراتين وقد تلقى في المباراتين ظلما عنيفا من التحكيم المثل سواء أمام ديجلة أو أمام البنك الأهلي ومش هقول لك لا سامير عثمان قال ولا جمال الغندور قال ولا مين قال هنا في مصر هقول لك أن الحكم الإنجليز اللي ظهر مع كابتن أحمد حسان ميدو أكد على صحة هدف النادي الأهلي في مبارات البنك الأهلي لكن يعني أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد ثم تعرض الأهلي اللي ظلما شهدت أيضا أمام ودي ديجلة لكن هذا فيما لم يشتاكل الزمالك حتى الآن على مدار سبع جوالات من التحكيم نهائيا الزمالك لعم مبارات اليوم بمحمد أبو جبل وعفغاني والوينش وحزم إمام وأحمد فتو حطرق حامد ومعشور أوباما زيزو شيكابالا وبين شرق في الهجوم وعملوا مجموعة تغييرات في الشوت التالي نزل عبدالله جمعة ونزل فرجاني ساسي ونزل مصطفى محمد وأهم حاجة النهاردة أن رجلهم بدأت ترجع للملعب وإغلاق ملف مصطفى محمد للاحتراف بشكل نهائي ويبقى ملف فرجاني ساسي مفتوحا هدكي انفراد فرجاني ساسي مطلوبا في نادي بيرامدز ومنحه 2.5 مليون يورو سنويا شريطة أن ينتقل إلى نادي بيرامدز كلاعب حر حزبت نادي بيرامدز هنا وهو أصلا نادي بيمتلك المال وماشى على طريقة اللي محمله محيره يجيب حمام مطيره هو هنا هيبقى كأنه هو اشترى اللاعب من نادي فبالتالي هيدو للمبلغ الكبير ده فده عرض ليه بيتم ترديده لكن إيه اللي حصل هل هو وقع موقعش الله أعلم لكنه ليس لديه عرض جد خليجي جد للانتقال في الانتقالات الشتوية الجارية إلى أي نادي خليجي فرجاني ساسي لا يمتلك أي عرض عاوز أنتقل معاك إلى موضوع محمد الشناوي محمد الشناوي غدا اللجنة السلسية مفترض أنها عامل اجتماع لاعتماد قرارات أو توصيات لجنة إدارة المسابقات وإدارة الحكام زي البيانة اللي جالنا مبارح فبالتالي كل الناس بتتكلم على تخفيف العقوبة إلى مباراتين أو إلغاء ترجمة نانسي قنقر